تفي سبعة وجرح اثنان في حادث مروري في منطقة جهران على طريق ذمار صنعه جرى تصادم سيارتين نوع هيلوكس او الحادث الذي تسبب في وفاة كل من كانوا في السيارة الهيلوكس جاء نتيجة التجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة ويعد طريق صنع ذمار من خطوط السير المزدحمة والتي بحاجة الى الصيانة الدائمة والتوسعة والذي يشهد بشكل مستمر حوادث بسبب زيادة عدد المركبات ادارة مرور محافظة الزمار اكدت اهمية تقييد السائقين بقواعد السير وعدم السرعة نتيجة التهور والقطع والدخول من الخط المعاكس الى خط السيارة التي كانت تمشي في خطها بسرعة الا انها في خطها الزمار صنع هذا بنواجه في عدة مشاكل منها التقاطعات منها الحفار الحفريات منها المطبة يعني ما بش بين كلو كلو الا مطب أو ثلاثة مطبات